الله أكبر سهل لنا صوم رمضان ويسر الله أكبر جعل لنا عيدا كل عام يتكرر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوذ والفلاح وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله قائد ركب الدعوة والإصلاح صلى الله عليه وعلى جميع الآل والصحب الأخيار أما بعد إباد الله أوسيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فاتقوا الله يرحمكم الله وتقربوا بما يحبه ويرضا وتأهبوا للأرض الأكبر يوم يعرد الناس حفاتا عراتا وينظر كل مرئ ما قدمت يدا يومئذ تعردون لا تخفى منكم خافيا أيها المسلمون هذا يوم تسبيه وتعظيم فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إليه واستغفروا وكما فرحتم بصيامكم فافرحوا بفطركم وقد علمتم أن للصائم فرحتين فرحة عند فطره وفرحة بلقاء ربه أديتم فردكم وأطعتم ربكم وقرأتم وتصدقتم فهنيئا لكم ما قدمتم وبشراكم بإتق رقبتكم من النار إن شاء الله فاتقوا الله وأصلهوا زات بينكم فالعيد فرحة وبهجة والابتهاج الحق لمن قبل الله سيامه وقيامه هنيئا لمؤسر يذرأ بهجة على شفة محتاج ومحسن يعطف على أرملة ومسكين ويتيم وصحيح يعود مريضا وقريب يزور قريبا العيد عيد من عفى أم من زل وهفى وأحسن لمن أسى العيد من حفظ نفسه عن المعاصي ونهى النفس عن الهوى فأما من تغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى الله أكبر الحمد لله ما تقرب العباد إلى ربهم بالفرائد وتحببوا إليه بالمندوب يقبل التوبة ويغفر الذنوب أشارا لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له وأشارا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إباد الله لا يسعد بالعيد من كان مشركا بالله لا يسعد بالعيد من أصى مولاه لا يسعد بالعيد من يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله لا يسعد بالعيد خائن غشاس يسعى بالفساد بين الأنام لا يسعد بالعيد من أضاء أموالا في ملاه محرمة وفسوق وفجور إباد الله تصافه وتعانقه أفش السلام أطعم الطعام وصل الأرحام وأكرم الجيران ووسعوا على أهليكم ومن تحت أيديكم وتصدقوا على الفقراء أديم الطاعة بالطاعة أديم الطاعة بعد رمضان وأتبئوا الإحسان بالإحسان سوموا ستا من شوال تنالوا أجرا عظيما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتباهوا ستا من الشوال كان كالصيام الدهر رواه مسلم اللهم عيد علينا رمضان أعواما عديدة اللهم عيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم عز الإسلام والمسلمين وعدل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحن اللهم انصر الدينك وكتابك وسنة النبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم عليك بعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم لا إله إلا أنت الغني ونهن الفقراء إليك أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اغفر زنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين ألحي في المرحي 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 في الم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 شكرا